الفصل الثاني من كتاب لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث الجزء الرابع لمؤلفه الدكتور علي الوردي وصلنا إلى عنوان جبهات الحرب كان للدولة العثمانية خلال الحرب أربع جبهات هي قفقازي والدردنيل وسيناء والعراق وسنتحدث في هذا الفصل عن الجبهات الثلاثة الأولى مرجئين الحديث عن الجبهة الرابعة أي جبهة العراق إلى الفصول التالية والملاحظ بوجه عام أن المسؤولين عن إدارة الحرب في الدولة العثمانية كانوا ذوي مزاج هجومي فلم يكونوا يفكرون بالدفاع أو يميلون إليه فبدلا من أن يهتموا بتحصين المواقع التي كانوا من المتوقع هجوم العدو عليها كالعراق والدردنيل نراهم منصرفين إلى إعداد الهجوم على روسيا من جهة قفقازيا وعلى مصر من جهة سيناء وقناة سويس ويبدو أن أذهانهم كانت مشغولة بأوهام الأمجاد والبطولات وهم إنما أدخلوا دولتهم في الحرب من أجل توسيع رقعتها وليس من أجل الدفاع عنها وكانت النتيجة أنهم أخفقوا في هجومهم في قفقازيا وسيناء بينما تمكن العدو منهم في العراق وكاد يتمكن منهم في الدردنيل جبهة سيناء عين جمال باشا قائدا للجيش الرابع الموجود في بلاد الشام وكلف بإعداد الحملة لفتح مصر وفي الحادي والعشرين من تشرين الثاني ألف وتسعمائة وأربعة عشر غادر جمال باشا اسطنبول بالقطار متوجها إلى الشام وقد جرى له في المحطة توجيع حافل اشترك فيه الوزراء والأعيان وخطب هو في المحطة قائلا إنه يدرك جسامة المهمة التي كلف بها والمصاعب التي تكتنفها ولكنه إذا مات هو ورجاله دون إنجاز تلك المهمة فعلى رفاقهم أن يحلوا محلهم أو يعبروا على جثثهم لتحرير مصر وديعة الإسلام من أيدي الإنجليز الغاصبي المصدر جمال باشا مذكرات جمال باشا ترجمت علي أحمد شكري بغداد 1963 صفحة 155 وجرى لجمال باشا استقبال عظيم في كل بلدة مر بها وكان يطلق عليه لقب محرر مصر ولم ينس عند مروره بمدينة قونية أن يزور صريح مولانا جلال الدين الرومي لتبرك وقد التحق به هناك بعض دراويش المولوية من الشباب وشكلوا كتيبة خاصة بهم سارت بعدئذ مع الحملة لفتح مصر وفي الخامس من كانون الأول 1914 وصل جمال باشا إلى دمشق وكانت المدينة قد زينت له بأبها زينة ونصبت له أقواس النصر وحضر الألوف لاستقباله في محطة القطار ونحرت تحت قدميه الذبائح وألقيت في مديحه القصائد وكان من جملة القصائد التي ألقيت بين يديه قصيدة طويلة ألقاها الشيخ عبد الرحمن أفندي القصار بعنوان مصر تستغيف نقتطف منها الأبيات التالية جمال الدنى والدين والملك من سعت لدعوته من كل شعب أعظمه تناديك مصر المسلمين وملكهم لتنقذها ممن تعدت مظالمه مشى جيشك الجرار للحرب مسرعا تحف به الأملاك والله عاصمه جمال العلا جمال العلا أسرع فجيش عدونا لصارمك اشتاقت وحنت جماجمه يغرر ملك الإنجليز بجيشه ويحشده في مصر والله قاصمه وقبل وصول جمال باشا إلى دمشق ببضعة أيام جرى في المدينة المنورة احتفال عظيم لإخراج اللواء الشريف المحفوظ في المسجد النبوي وإرساله إلى دمشق وهو عبارة عن قطعة من أحد الأكسية التي تغطي الظريح المقدس باعتبارها الراية التي كان النبي يحملها في غزواته وفي الثلاثين من تشرين الثاني ألف وتسعمائة وأربعة عشر نشرت صحف دمشق بلاغا فحواه أنه بمناسبة إعلان الجهاد الأكبر جرى احتفال مهيب عند قبل الرسول في المدينة المنورة شهده عشرون ألفا من المؤمنين حيث أخرج لهم اللواء الشريف فجرى ما يليق به من التبجيل تمهيدا لنقله إلى دمشق لكي يتبرك به الجيش العثماني المعد لفتح مصر وفاز بشرف نقل اللواء رجل من سلالة الرسول كبير السن اسمه السيد علوي بافقيه من أو مع أولاده الثلاثة المصدر هو أحمد عزة الأعظمي القضية العربية بغداد 1933 الجزء الخامس صفحة 47 إلى 50 وقد نشرت صحف دمشق في أماكن بارزة برقية أرسلها السيد علوي إليها قال فيها بالرغم من أني تجاوزت السبعين وتلبية لما فرضه الله علينا من الجهاد فإني أتقدم ومعي أبناء ثلاثة لنجاهد في سبيل الله عز وجل حاملا بإحدى يدي راية الرسول المشرفة وباليد الأخرى كتاب الله الذي فرض الجهاد على المؤمنين كافة إن هتافات 20 ألفا من المسلمين ودعواتهم ترن في أذني وأنا أتوجه إلى دمشق وملء نفسي الإخلاص والرغبة في أن أموت شهيدا لإعلاء كلمة الله إن أرض الحجاز ومن فيها من القبائل جميعا قد لبت نداء خليفتنا المعظم انتهى كلام السيد علوي وفي الخامس عشر من كانون الأول وصل موكب اللواء الشريف اللواء الشريف بالقطار إلى دمشق فجرى له فيها استقبال عظيم جدا وكان في المحطة جمال باشا والوالي وكبار الضباط والموظفين والأعيان كما كان فيها مندوبون من مختلف بلاد الشام وعندما وقف القطار وضع اللواء على منصة خاصة وأدى له حرس الشرف التحية برفع أسلحتهم ثم ركع جمال باشا وقبل طرف اللواء وهتف الجمهور الله أكبر ثم سار الموكب في شوارع دمشق تتقدمه الموسيقى ونقل اللواء بعدئذ إلى مدينة القدس فوصل إليها في العشرين من كانون الأول وأقيم له هناك احتفال كبير في الساحة الواسعة المحيطة بقبة الصخرة برعاية جمال باشا ثم اختتم الاحتفال اختتم الاحتفال بإقامة الصلاة في المسجد الأقصى وأودع اللواء هناك انتظارا لليوم الذي يحمل عاليا في مقدمة الجيش الذاهب لفتح مصر ويشاء القدر أن يموت السيد على وبافقه بعد ثلاثة أيام من وصوله إلى القدس فصدرت الأوامر إلى الوعاب بأن ينتشروا بين الناس يشيدون بموته ويعظمون من شأنه ويعتبرون وفاته نذيرا وشؤما لعداء المسلمين وفي الرابع طبعا هذا مأخوذ من كتاب جورج انطونيوس يقضة العرب ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان عباس بيروت 1962 صفحة 229 إلى 231 وفي الرابع عشر من كانون الثاني 1915 تحركت الحملة من فلسطين باتجاه قناة السويس عبر صحراء سيناء وكانت القدس والمدن الفلسطينية الأخرى قد علقت في ساحاتها وشوارعها بعض الآيات القرآنية وهي مكتوبة بخط عريض واضح نصر من الله وفتح قريب وأدخلوا مصر ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين كان جمال باشا على رأس الحملة وقد كتب في مذكراته يقول وفي خلال تلك الحملة هذا القول لمن؟ لجمال باشا يقول وفي خلال تلك الحملة ونحن نواصل السيرة بالليل على ضوء القمر كان قلبي مفعما بالكآبة الممزوجة بالأمل الكبير في النجاح كلما رددت الموسيقى أنشودت الراية الحمراء تخفق فوق القاهرة والتي على وقعها شقت الصفوف الزاحفة طريقها في ذلك القفر المظلم الذي لا نهاية له ولا أعد مبالغا إذا قلت إن ذلك الجيش الذي لم يسمح لفرد من أفراده سواء كان القائد العام أو الجند الصغير أن يتناول في اليوم أكثر من 650 غراما من البقسماط وقليل من التمر والزيتون فضلا عن الاقتصاد الكلي في استعمال الماء كان يندفع بقوة الآمال العزيزة كلما اقترب من هدفه فقد رسخ في نفس كل فرد فيه اعتقاد جازم بسهولة عبور القناة والثبات في الخنادق في الضفة الغربية وقيام الوطنيين المصريين بمهاجمة الإنجليز من الخلف هذا الكلام كل لجمال باشا طبعا مأخوذ من كتاب جمال باشا المصدر السابق طبعا الصفحة 170 و 171 نعود إلى المتن يقول الدكتورة الوردي قضت أو قضت أو قضت الحملة قضت الحملة في مسيرتها زهاء عشرين يوما واتخذت في السير سبلا في قلب الصحراء بعيدة عن ساحل البحر وكانت تسري ليلا وتستقر نهارا خشية أي يكتشف أو يكتشف أمرها العدو ونجحت الحملة في ذلك نجاحا لا يستهان به إذ هي وصلت إلى مقربة من القناة دون أن يعرف العدو عنها شيء وعند وصول الحملة إلى القناة كان قد استولى على جنودها الإرهاق ولم يكن لديها من الماء والطعام إلا ما يكفيها أياما قليلة فأذاع جمال باشا عليهم بيانا يستثير حماسهم على طريقة طارق بن زياد قائلا أيها الجنود إن الصحارة القاحلة لتمتد وراءكم والعدو والجبان أمامكم ومصر الخصيبة خلف هذا العدو وهي مشتاقة إلى الترحيب بكم فإن ترددتم فلن يكون نصيبكم إلا الموت فإلى الأمام فإن الجنة أمامكم هذا ما قاله جمال باشا وهو منقول من كتاب جورج أنطونيوس المصدر السابق صفحة 236 بدأت محاولة عبور القناة من قبل الجيش التركي في الساعة الثانية من بعد منتصف ليلة الثالث من شباط 1915 وكانت عبارة السر بينهم اللواء الشريف فعبرت زمر من الجنود تحت جنح الظلام على زوارق خشب خاصة ولكن الكلاب في الضفة المقابلة أحست بهم وأخبت تنبح عليهم مما دل الإنجليز على مواضع العبور فوجهوا عليها الأنوار الكشافة وأمطر الزوارق برصاص الرشاشات غرق الزورق الأول فاستطاع جندي وضابط من ركابه أن يصل إلى الشاطئ المقابل ونجى الزورق الثاني وغرق الثالث ثم وصلت زوارق أخرى ولم يتيسر إنزال ركابها إلى الشاطئ لاختلاف تكوينه إلا بقعة واحدة منه كانت صالحة للإنزال ولكنها كانت معرضة لنيران الرشاشات وكان الضباط يلقون بأنفسهم في الماء لتعويم الزوارق المثقوبة غير أن تلك البسالة لم تنفع في كل مرة فغرقت زوارق كثيرة بمن فيها ولم يتمكن من العبور سوى ستمائة جندي فارتفعت أصواتهم الله أكبر الله أكبر وسرعان ما خفتت أصواتهم فقد سقط بعضهم سرعا بينما وقع الآخرون أسرى في أيدي الإنجليز توقفت محاولات العبور عند طلوع الشمس من جراء النيران الكثيفة التي انصبت عليهم أو عليها وغرقت معظم الزوارق التي عبرت وحاول الأتراك تجديد المحاولة في الساعة التاسعة ونصف صباحا فلم يوفقوا بسبب التفوق الناري للعدو الكامل لهم في الضفة المقابلة والغريب أن القناة كانت آنذاك تضم بواخر للركاب وهي في طريقها نحو البحر الأبيض أو البحر الأحمر وحين أدركت البواخر خطورة الموقف أسرعت تريد النجاة وصارت لسرعتها تخالف قواعد السير وتتزاحم بغية الوصول إلى ثغر الإسماعيلية للاحتماء به الهوامش طبعا المصادر هي شكري محمود نديم حرب فلسطين بيروت 1965 صفحة 32 وعلي فؤاد كيف غزونا مصر 1962 صفحة 143 نعود للمتن يقول الدكتور عالوردي اجتمع قواد الحملة في مقر القائد العام جمال باشا عند الظهر وكان بينهم قائدان ألمانيان هما فون كريس وفون فرانكنبرغ فوجه جمال باشا كلمة إلى الحاضرين قائلا ليس القصد من هذا الاجتماع توزيع المسؤولية بل التعرف على حقيقة الموقف فيجب إبداء الرأي بلا حيطة أو حذر وإذا كان هناك أمل بالنجاح بنسبة 30 أو 40 بالمئة فإنه لا يحجم عن المخاطرة فكان رأي فون فرانكنبرغ أن الأمل بالنجاح أصبح مفقودا ولذا فهو يرى ضرورة التوقف عن القتال والشروع بالانسحاب وقد أيد القواد الأتراك هذا الرأي غير أن القائد الألماني الآخر فون كريس كان يخالفهم في الرأي حيث قال إنه يرى وجوب متابعة القتال على الرغم من فقدان الأمل في النجاح فالمروءة والحمية تقضي في نظره بمهاجمة القناة حتى ولو فنيت الحملة كلها فذلك خير من أن تنكس الحملة على عقابها وهنا أجاب جمال باشا قائلا إذا لم يكن هناك أمل بالفوز فإنه يظن بالحملة ويظن هنا من ظنه والبخل يعني يعني ما يريد أنه تراق الدماء أن تراق دماؤها في سبيل الشرف المحر ثم أصدر أمره بالاستعداد للانسحاب يقول القائد التركي علي فؤاد بيك وكان مشاركا في الحملة إنهم عندما قرروا الانسحاب وقفوا يتساءلون كيف يمكن أن يقطعوا صحراء التيه مرة ثانية فهم لم يعدوا العدة لهذا الانسحاب بل كان كل أملهم أن ينجحوا بعبور القناة والتمتع برغيد العيش وراءه إنهم كانوا بحاجة ماسة أثناء انسحابهم إلى الماء كما كان هناك احتمال أن يعبر العدو عليهم فيطويقهم وقد دفعتهم هذه المخاوف أن يسرعوا في الانسحاب تحت ستار الظلام لكي لا يضيعوا من وقتهم ساعة واحد بدأ الانسحاب أو انسحاب الحملة في المساء في مساء الرابع من شباط فكانوا يسيرون ليلا ويتوقفون نهارا على منوال ما فعلوا عند مجيئهم وقد ساعدهم القدر فعثروا أثناء الطريق على صهريج يحتوي على ماء فكان ذلك بشرى لهم وانتفعوا منه ولولاه لها لكم وظلوا يواصلون السيرة بعزيمة حتى وصلوا إلى بير السبع في الخامس عشر من شباط إنهم فقدوا انسحاب وفي انسحابهم ستة آلاف بعير ستة آلاف بعير هلكت من شدة العطش والجوم ولكنهم لم يفقدوا من جنودهم إلا عددا قليلا وهذا يعد انسحابا ناجحا من الناحية العسكرية ومما يلفت النظر أنه في الوقت الذي كانت فيه الحملة في طريق انسحابها عبر الصحراء أذيع في دمشق وبيروت بلاغ رسمي هذا نصه تمكنت القوات العثمانية بين التهليل والتكبير من اجتياز قناة السويس حيث فتكت بالقوات المعادية فتكا ذريعا ويزيد عدد خسائر الأعداء على خمسة آلاف مقاتل والله غريبة ونشرت إحدى الصحف في دمشق تقول دوت أصوات البشائر عصر يوم السبت في جميع أنحاء سوريا بالفوز المبين الذي أحرزته قواتنا باختراق قناة السويس فكان يوما مشهودا أقيمت فيه معالم الزينة في كل مكان ورقصت الأفئدة طربا ولم تنم للناس عين وبلغت المظاهرات الوطنية أشدها وعلت أهازيج الرجال وزغردت النساء تخترق الأسماء وتطير عن العيون لذيذ المنام ولم تكد تشرق غزالة يوم الأحد حتى ظهرت المدن السورية تختال من حلل الزينة ولم يبقى في الأزقة والأسواق المحتشدة فيها الجموء الغفيرة محط لقدم وسارت في دمشق مظاهرات طلاب المدارس مع موسيقاها تعزف الأناشيد الوطنية وتبشر العالم بالفتح المبين وسارت وراءها الجماهير إلى دار الحكومة تحييها تحية المحب الولوع المنتظر بفروغ الصبر كل خبر سار من أخبارها وعند ذاك خرج إلى الشرفة الوالي وهيئة الحكومة لتحية المخلصين وانصرفت الجموع وكل منهم يدعو لهذه الدولة بالنصر والظفر على الأعداء يعني هذه من الأمور الطريفة حقيقة يعني كيف تنطل هذه الأكاذيب على الناس وفيهم الجنود وفيهم طبعا هذا الكلام كله إحدى الصحف في دمشق تقول هكذا إلى متى يبقى العرب حقيقة يعيشون في يعني أحلام أحلام وردية هي كاذبة أحلام هي هي أحلام ليس إلا يعني هؤلاء الذين قتلوا المئات الذين قتلوا و يعني الخبر لا أعتقد أنه سينطلي بهذه السهولة ففيهم من الجنود الذين قاتلوا يعني الذين شاهدوا الموقف وكيف ما الذي حصلوه يعني أو حصلوا عليه ولماذا لم يبقوا في مصر مثلا على كل والأطرف من هذا والكلام لدكتور عالوردي طبعا والأطرف من هذا أن مظاهرة خرجت في بيروت ابتهاجا بعبور القناة وقد أحضر المتظاهرون زورقا مزينا بالأعلام على زعم أنه أحد الزوارق التي تمكنت القوات العثمانية بها من عبور القناة ووضعوا الزوارق على عرب وأخذوا يجرونها في الشوارع فيهتفوا بعضهم هيللا هيللا فيرد الآخرون عليهم هيللي هيللي أخذنا الترعى الحمد للي واستمرت المظاهرات طيلة ذلك اليوم وألقى أحدهم في ساحة البرج قصيدة هنأ بها الجيش العثماني وقائده المظفر جمال بنصر العظيم وأعقبه شاعر آخر بقصيدة أخرى هذا كل مأخوذ من مجلة الأسرار البيروتية في عددها الصادر في السابع والعشرين من نيسان أله تسعمائة وثمانية وثلاثين مبارك على هذه المجلة هذه الأخبار الحقيقية يقول الدكتور عالوردي وعندما وصل جمال باشا إلى دمشق أخيرا أمر بتزيين المدينة بالأعلام والأنوار الكهربائية واستعرض الجيش هذا مأخوذ طبعا من كتاب سليمان موسى الحركة العربية بيروت نعود إلى المتن يقول وكان يتفاخر أمام الناس بأنه قاد حملة كبيرة عبر صحراء قاحلة ثم عاد إلى مقره من غير حادث وأنه لم يترك وراءه في الصحراء شريدا واحدا ولم يكن بين جنوده من عضه الجوع والعطش يعني تعليق بسيط يعني هؤلاء المئات الذين قتلوا الناس الذين هم أو الشباب أو الرجال أو يعني الناس الذين لديهم عوائل يعني هكذا يستهانوا بهم يكذبوا على الناس نعم هي ربما تكون ضرورية في حكم الدول لكنه لا يمكن أن يجري هذا الأمر على من يسمى بخليفة المسلمين خليفة مسلمين يعني لا يكذب بهذه الطريقة يتفاخر أمام الناس بماذا بالخيبة لا أدري التعليق لكم أعزائي إنه ذهب قاصدا الفتح ثم عاد يفاخر بنجاحه في الانسحاب وهذا حال طبعا الآن حال العرب معلسف ننتقل إلى عنوان آخر هو جبهة الدردنيل يقع مضيق الدردنيل إلى الجنوب من إسطنبول ويعد مفتاحا لها فالعدو الذي يتمكن من اختراق هذا المضيق يستطيع أن يفتح إسطنبول بسهولة يحد مضيق الدردنيل من الشرق الدردنيل من الشرق سواحل تركيا الآسيوية ومن الغرب شبه جزيرة غاليبولي أو غاليبولي ويبلغ طول غاليبولي 52 ميلا وهي ذات أرض وعرة جدا مليئة بالجبال والوديان وسواحلها شديدة التعرج تكتنفها المرتفعات وهناك موقع في المضيق هو أضيق مكان فيه وتشرف عليه قلع اسمها جناق قلع ولهذا كانت جبهة الدردنيل يطلق عليها اسم جناق قلع أحيانا واسم غاليبولي أحيانا أخر تقع على جانبي مضيق الدردنيل عدة قلاع مشرفة عليه علاوة على جناق طلع وقد بنى هذه القلاع بعض الصلاطين في أزمان متعاقبة من أجل حماية اسطنبول وعندما أعلن النفير العام في تركيا لم تكن القلاع في حال جيدة وكانت تنقصها المدافع الحديثة إن المسؤولين عن إدارة الحرب في تركيا كانوا كما أشرنا إليه من قبل ذوي مزاج هجومي ولذا أهملوا تلك القلاع الدفاعية ولم يهتموا بأمر تحصينها كما ينبغي في الثالث من تشرين الثاني 1904 أي بعد يومين من إعلان بريطانيا الحرب على تركيا أطلقت قطع الأسطول البريطاني قنابلها على قلاع الدردنيل وكان القصد من ذلك تخويف تركيا لكي تتجنب الدخول في الحرب ولكن إطلاق القنابل أضر بريطانيا دون أن ينفعها شيئا حيث جعل الأتراك يتنبهون إلى أهمية الدردنيل وإلى ضرورة الاهتمام العاجل بتقوية القلاعه وتسليحها وقد شرعوا فعلا بالعمل في ذلك بالتعاون مع الألمان فأصبحت القلاع بعد وقت قصير في حالة من المناعة لا يستهان بها وفي شهر شباط 1915 قرر الحلفاء مهاجمة الدردنيل بالسفن الحربية وحدها وكانت تلك فكرة المستر وينستن تشيرشل الذي كان يوم ذاك وزيرا للبحرية البريطانية فقد كان واثقا بأن قنابل السفن الحربية الضخمة قادر على دك قلاع الدردنيل وفي التاسع عشر من شباط اقتربت سفن بريطانية وفرنسية من الدردنيل وأخذت ترمي قلاعه بقنابلها الضخم ولكن الأتراك صمدوا لهذا القصف واستمرت المعركة طيلة شهر كامل غرق فيها للحلفاء ثلاث بوارج كبيرة وعطلت لهم ثلاث بوارج أخرى وتبين للحلفاء أخيرا أنها حملة فاشلة فقرروا إيقافها صمم الحلفاء على القيام بحملة أخرى تشترك فيها القوات البرية مع الأسطول وعين الجنرال هاملتون قائدا لها وقد وصل هذا القائد إلى الإسكندرية للعمل على إعداد الحملة وعلم أتراك بأمر تلك الحملة فحشدوا الكثير من قواتهم في الدردنيل وعينوا الجنرال فون ساندرز الألماني قائدا لها وفي صباح الخامس والعشرين من نيسان بدأ الهجوم حيث برز من خلال الضباب المخيم على سواحل غاليبولي الجنوبية عدد هائل من السفن الحربية من بوارج ومدمرات وناقلات وأخذ الجنود ينزلون منها إلى السواحل وكان ذلك إذانا ببدء معارك طاحنة حصدت فيها الأرواح حصدا وقد استمرت المعارك ثلاثة أشهر تقريبا دون أن يحظى المهاجمون فيها بطائل ومع أنهم قد حصلوا على موطئ قدم لهم على الساحل غير أنهم لم يستطعوا التوغل بالداخل كثيرا وكان الأتراك متحصنين على المرتفعات المشرفة فوقهم يقاتلون ببسالة منقطعة النظير وهم يهتفون الله أكبر وقد تجلت في تلك المعارك مقدرة القائد التركي مصطفى كمال بيك وهو الذي أصبح أول رئيس للجمهورية التركية بعد الحرب وكان يوم ذاك برتبة قائم مقام أي عقيد وقد أبدى من الحزم والشجاعة وسرعة البديهة أمرا عجيبا يقول بارتلت مندوب صحافة لندن في معارك الدندليم الدردنيل إن السبب في فشل الحلفاء في تلك المعارك يعود إلى خطأ اكترفه الجنرال هاملتون فهو بدلا من مهاجمة الأتراك في مواقعهم الضعيفة راح يهاجمهم في مراكزهم القوية واستحكاماتهم المنيعة مخالفا بذلك القواعد الحربية التي أشار إليها نابليون بقوله يجب مهاجمة العدو في أضعف مكان منه بكل ما لدينا من سلاح وذخيرة ورجال طبعا هذه مأخوذة من الكتب أرمسترونج مصطفى كمال القاهرة صفحة 70 وعمر أبو النصر الحرب العالمية الأولى بيروت الجزء العاشر صفحة 27 إلى 52 يقول دكتور عالوردي يبدو أن هاملتون أدرك سر خطأه فأراد أن يتلافه في حملة جديدة وأخذ يعد العد لها واختار لها موقعا في الشمال الغربي من شبه جزيرة غالي بولي وكان يستهدف من وراء ذلك تطويق القوات التركية في شبه الجزيرة وقطع خط اتصالها بإسطنبول وفي السادس من آب أنزل الجنرال هاملتون جنوده في خليج سوفلة ولم يكن الأتراك يتوقعون الإنزال في هذه المنطقة ولم تكن لديهم فيها قوات كافية نجح الإنزال في اليوم الأول نجاحا عظيم ولكن الجنود بدلا من أن يستثمروا نجاحهم هذا فيستمروا في الزاحف ركنوا إلى الراحة وأخذوا يستحمون في مياه البحر مبتهجين بينما ذهب قائدهم الجنرال ستوب فورد إلى خيمته ليتمتع فيها بغفوة قصيرة في القيلولة وصل الجنرال هاملتون إلى موقع الإنزال ليرى ما يجري فيه فوجد القائد نائما وعندما استيقظ القائد سأله هاملتون لماذا لم يباشر زحفه حتى الآن فكان جواب القائد الوقت طويل والجنود الآن غير مستعدين وأرى تأجيل ذلك إلى الغد وقد ذهل هاملتون من هذا الجواب لأن المفروض في الحركات العسكرية أن يكون الوقت فيها ثمينا لأن المفروض في الحركات العسكرية أن يكون الوقت فيها ثمينا جدا فالساعة الواحدة قد تؤدي إلى نصر باهر أو هزيمة منكر والغريب أن هاملتون لم يفعل شيئا بتجاه هذا القائد البارد وغادر الموقع دون أن يقول له شيئا وقد اعترف الضباط الأتراك بعد إذن أن القوات الإنجليزية لو كانت قد استمرت في زحفها لجعلت القوات التركية في موقف حرج جدا لنفاذ العتاد عندها ومما يلفت النظر أن الجنرال فون ساندرز قائد القوات التركية كان رجلا من طراز آخر فهو حين علم بأمر الإنزال في خليج سوفلة أصدر أمره حالا بتوجيه فرقتين من قواته إلى مرتفعات أنافورطة المشرفة على موقع الإنزال ثم ركب حصانه وذهب إلى تلك المرتفعات ليتفقد الأمور بنفسه وكانت إحدى الفرقتين لم تصل في الوقت المحدد لها فأرسل فون ساندرز يستدعي إليه قائد الموقع الميرالاي فيضي بيك ويسأله عن السبب في تأخر الفرقة عن الوصول فكان جواب القائد إن التعب الذي أصاب الجنود هو الذي أخر الفرقة عن الوصول وعند هذا أمر فون ساندرز بعزل هذا القائد المتكاسل وعين مصطفى كمال بيك بدلاً عنه وقد أنجز هذا القائد الجديد مهمته بكل جدارة مما أدى إلى فشل حملة الحلفاء للمرة الثانية وقد منح مصطفى كمال بيك على أثر ذلك رتبة الباشوية وأطلقت الصحف التركية عليه لقب منقذ الدردنيل والعاصمة ضلت المعارك مستمرة على الشواطئ بضعة أشهر بعد أن تحولت إلى حرب خنادق وأخذ بعض الجنود السنغاليين يجرحون أنفسهم عمداً لكي يتهربوا من القتال كما كان بعضهم يضعون عقاقير مضرة في عيونهم فيفقدون بصرهم مؤقتاً أو نهائياً إذ هم يعدون ذلك أفضل من معاناة أهوال الحرب هذه مأخوذة من الكتب عمر ديراوي الحرب العالمية الأولى بيروت 1966 صفحة 164 إلى 165 ووليام يالي صفحة 224 وعمر أبو النصر المصدر السابق الجزء التاسع صفحة 2 إلى 16 وأرمسترونج المصدر السابق صفحة 70 إلى 71 وعمر أبو النصر المصدر السابق جزء الثامن صفحة 38 نعود إلى المتن يقول وقرر الحلفاء أخيراً الخلاصة من هذه المحنة والانسحاب من شواطئ الدردنيل وصرح بعض وزراء بريطانيا أن نفوذ بريطانيا وهيبتها قد تمرغ في وحول الدردنيل هنا نستوقع يعني استوقفني هذا الكلام شوف الفرق بين ما فعله جمال باشا قبل قليل خسر العبور طبعاً لم يستطع العبور من قناة السويس وخسر وخسر المئات من الجنود فاحتفل بينما هنا خسرت بريطانيا فماذا قالوا؟ يعني بعض الوزراء قال إن نفوذ بريطانيا وهيبتها قد تمرغ في وحول الدردنيل انظر إلى الفرق بين الواقعية وبين الخيال نعود إلى المتن يقول بدأ انسحاب الحلفاء من سواحل الدردنيل في العاشر من كانون الأول الف وتسعمائة وخمسة عشر وانتهى في التاسع من كانون الثاني الف وتسعمائة وستة عشر ويعد هذا الانسحاب العمل العسكري الوحيد الذي نجح أو نجح فيه الحلفاء في الدردنيل والواقع أنه كان قطعة رائعة من الفن العسكري وقد وصفه فون ساندرز بأنه كان على جانب عظيم من الدقة والمهارة والسرعة ومعنى هذا أن الحلفاء فشلوا في الهجوم غير أنهم نجحوا في الانسحاب لقد تركت القوات المنسحبة وراءها على السواحل مقادير عظيمة من العتاد والأطعمة فكانت هناك ألوف الصناديق وهي مملوئة بالأسلحة الخفيفة والرشاشات والقنابل اليدوية كما كانت علب الطعام المحفوظ وأكياس الطحين والشعير وهي مكومة إلى ارتفاع شاهق لكثرتها وظاهر أن القوات المنسحبة لم تعمد إلى إتلافها لكي لا يكتشف الأتراك أمر الانسحاب وقد تركت القوات كذلك خيماً كثيراً منصوباً بإيهام الأتراك بأن القوات باقية في مواضعها ولكن القوات المنسحبة قتلت الكثير من حيواناتها فتركت وراءها المئات من جثث الخيول والبغال المقتولة فكانت جيفة كبرى بلغت خسائر الأنجليز في معارك الدردنيل مئة وعشرين ألفاً بين قتيل وجريح ومفقود بينما كانت خسائر الفرنسيين خمسة وعشرين ألفاً أما خسائر الأتراك فربما ناهزت المئتي ألف ولم يخسر الألمان سوى أربعة وأربعين قتيل فقط لا غير طبعاً وفي ظني أن هؤلاء الذين قتلوا مع الإنجليز ومع الفرنسيين لا أظن ظني أنهم لم يكونوا فرنسيين ولا من البريطانيين هذا كما اعتاد هؤلاء تجدهم من الهنود وغير الهنود والمغرر بهم من كل الدول الأخرى التي كانت تسيطر عليها فرنسا وبريطانيا هذا هو الذكاء نأتي إلى عنوان آخر هو الهلع في إسطنبول حينما كانت المعارك ناشبة في الدردنيل كان الهلع مسيطراً على إسطنبول والواقع والواقع أن الهلع بدأ منذ الأيام الأولى من عام 1915 وذلك حين أخذت الإشاعات تروج عن قرب هجوم الحلفاء على الدردنيل وتقدمهم نحو إسطنبول وكان الكثير من الناس على يقين بأن الأسطول البريطاني الذي كانت له سمعة في تلك العيام قادر على اختراق الدردنيل والوصول إلى إسطنبول في وقت قريب ومن الممكن القول أن أهل إسطنبول قد انقسموا تجاه هذا الخطر إلى قسمين فالقسم الأكبر منهم كانوا في عماق قلوبهم يتمنون دخول الحلفاء لكي ينقذوهم من ويلات الحرب وتعسف الاتحاديين أما القسم الآخر فكانوا يعتقدون أن دخول الحلفاء إلى إسطنبول يؤدي إلى تدمير المساجد وانتهاء الحرمات وهذا هو ما كانت الدعاية الحكومية تلفقه لهم فكانوا يصدقون بها ويخشون دخول الحلفاء من جراء ذلك وفي التاسع عشر من شباب ألف وتسعمائة وخمسة عشر عندما بدأت سفن الحلفاء تقصف قلاع الدردنيل اشتد الهلع في إسطنبول وأعد مدير الشرطة قطارين أحدهما لنقل السلطان وأعضاء الحكومة إلى داخل البلاد والثاني لنقل السفير الألماني والسفير النمساوي إلى بلادهما وكان كل قطار مؤلفا من ثلاث عربات فقط لكي يتمكن من السير بسرعة فائقة يروي السفير الأمريكي مورغينتو أن السفير الألماني فون وينغينهايم جاء إليه يريد أن يودع لديه أو نعم الأشياء الثمينة التي كان يملكها استعدادا لمغادرة إسطنبول وقد نقل فون وينغينهايم أن له رأيا للمارشال در غولتز بأن بريطانيا تتمكن بخسارة عشر بوارج أن تخترق مضيقة دردنيل وتحتل إسطنبول وفي الأول من شهر آذار بدأ الكثير من الأهالي يغادرون إسطنبول وصدرت الأوامر إلى المصارف الكبرى بنقل أموالها إلى داخل البلاد كما أرسلت الحكومة سجلاتها إلى هناك وجاء بدري بيك مدير الأمن العام إلى السفير الأمريكي يطلب منه الالتحاق بركب السلطان في القطار ولكن السفير فضل البقاء لكي يتمكن من منع المذابح المتوقعة بصفته سفير دولة محايدة وأخذ السفير يتعاون مع بدري بيك في وضع خارطة للمحلات التي يجوز للإسطول البريطاني قصفها والتي لا يجوز قصفها حسب القانون الدولي طبعاً المعلومات السابقة مأخذة من هنري مورغينتو مذكرات سفير أمريكا في الأستانة الغاهرة 1923 صفحة 70 نعود إلى المتن وأبرق السفير بذلك إلى واشنطن طالباً من وزارة الخارجية الأمريكية أن تحصل على موافقة قائد الأسطول البريطاني عليه وجاء جواب واشنطن بالقبول ويقول السفير الأمريكي أن جميع رجال السياسة كانوا على يقين من نجاح الأسطول في تقدمه معدى أنور باشة فقد كان هذا الرجل على ثقة تامة بأن الأسطول غير قادر على اختراق الدردنيل وقال للسفير سيخلدني التاريخ رجلاً أظهر للعالم أنه يمكن قهر أسطول بريطانيا العظيم طبعاً هذا الكلام مأخوذ من المصدر السابق صفحة 78 نعود إلى المتن يقول وفي آخر شهر آذار عندما كف الأسطول عن القصف وعاد إلى قواعده هللت الحكومة وكبرت لهذا الحادث الذي اعتبرته نصراً عظيماً لها وأصدرت أوامرها إلى جميع أنحاء البلاد بوجوب إقامة الاحتفالات يعني ماذا أفهم هذه الاحتفالات على أقل أمر أو على أي الأمور يعني أمور تافهة يقيمون احتفال ويرقصون ويهللون ويكبرون لا أدري ما هي وهذه جارية طبعاً لحد الآن نكمل ولكن هذا الفرح لم يستمر طويلاً معلسف إذ أن الحلفاء عادوا في الخامس والعشرين من نيسان على نحو ما ذكرناه آنفاً فهاجموا الدردنيل بقواتهم البرية والبحرية معاً وشرع السلطان وأعضاء الحكومة يستعدون للسفر من جديد وفي الثاني من أيار أخبر أنور باشا السفير الأمريكي بأن سفن الحلفاء قصفت في غالبولي قرى غير محصنة وقتلت فيها كثيراً من سكانها المسلمين وطلب إليه أن يبرق إلى بريطانيا وفرنسا تهديداً بأنه إذا استمرت سفنهم بقصف القرى فسوف ينقل إلى تلك القرى رعاية بريطانيا وفرنسا الموجودين في إسطنبول ليكونوا أرضة للقصف فيها وقال أنور باشا غاضباً آهن من هؤلاء الإنجليز الجبناء جربوا أن يخترقوا الدردنيل فباءوا بالذل والخسران وهاهم يثأرون لأنفسهم قنابلهم قنابلهم تدمر قرانا ومستشفياتنا ومستشفياتنا واتهلك إخواننا وأهلينا وفي اليوم التالي أخذ بدري بيك يلقي القبض على رعاية بريطانيا وفرنسا وعين موعداً قريباً لسفرهم إلى غاليبولي وبذل سفير الأمريكي محاولات كثيرة مع أنور باشا ليقنعه بالعدول عن قراره وتم الاتفاق معه أخيراً على أن يرسل من أولئك الرعاية خمسين شاباً فقط وقد نقل هؤلاء الخمسين إلى غاليبولي فذاقوا فيها العذاب ألواناً وفي التاسع من أيار وصلت إلى السفير من واشنطن برقية مفادها أن بريطانيا ستلقى على أو تلقي على أنور باشا شخصياً مسؤولية سوء معاملة الرعاية الأجانب وذهب السفير إلى أنور يخبره بذلك ويرجوه إعادة الرعاية من غاليبولي فصاح أنور مزمجراً إنهم لن يرجعوا سأتركهم هناك حتى ينتنوا وليغتالني أولئك الإنجليز إذا تمكنوا مني ولكن الرعاية أعيد إلى أسطنبول على أي حال وكانت صحتهم جيد وفي السادس من آب عندما وصلت إلى أسطنبول أخبار الإنزال البريطاني في قليج سوفلا اشتد الهلع في المدينة إلى الدرجة القصوى يقول جنرال فون ساندرز في مذكراته إن بعض السكان تهافت على محلة بيغ أوغلي يستأجرون شرفات المنازل فيها لمشاهدة جيش الاحتلال عند مروره في شوارع العاصمة وقد طلب فون ساندرز من مرافقه أن يستأجر شرفة له أيضا لكي لا يحرم من رؤية هذا المنظر الجميل وقد استمر الهلع في إسطنبول يشتد تارة ويخمد أخرى إلى أن وصلت الأخبار في الشهر الأول من عام 1916 تنبيء بأن الحلفاء قد انسحبوا نهائيا من الدردنيل وعند هذا أقيمت الاحتفالات الفخمة ونشرت أعلام الزينة في كل مكان كالعادة طبعا وازدهى أنور باشا والاتحاديون غرورا وفرحا يقول شكيب أرسلان أن الاتحاديين حصلت لديهم على أثر انتصار الدردنيل انتصار نشوت ظفر غير معهودة ولعبت خمرة النصر برؤوسهم فسكروا وأبرموا قرارات غريبة وعجيبة منها سفور النساء بعد أن كان ذلك ممنوعا ومنها نقل المحاكم الشرعية من المشيخة الإسلامية إلى وزارة العدلية حيث بقيت المشيخة بلا عمل تقريبا ومنها تتريك سوريا واقتلاع الروح العربية منها وقد وقد ظنوا أنهم قد إذ تغلبوا على تلك الجيوش الجرارة في الدردنيل لا يعجزون بعدئذ عن القيام بأي عمل يريدونه إذا اتخذوا طريق الحزم المصادر طبعا المصدر السابق صفحة 84 إلى 91 والمصدر الثاني عمر أبو النصر المصدر السابق الجزء التاسع صفحة 6 والمصدر الثالث وشكيب أرسلان سيرة ذاتية بيروت 1969 صفحة 155 إلى 185 نعود إلى المتن تحت عنوان وفد رجال الدين يقول الدكتور علوردي على أثر الانتصار الذي ناله الجيش التركي في الدردنيل قرر جمال باشا إرسال وفد من رجال الدين إلى تركيا ليحيي السلطان باسم الشام وكان جمال باشا قد شنقت دفعة الأولى من زعماء العرب قبل مدة قصيرة فأراد أن يذهب رجال الدين إلى اسطنبول ليثبتوا للمسؤولين هناك بأن أهل الشام راضين عن جمال باشا ويحبونه كان الشيخ أسعد الشقيري مفتي الجيش الرابع رئيسا للوفد وقد رافقهم أربعة صحافيينهم محمد كرد علي صاحب جريدة المقتبس ومحمد الباقر صاحب جريدة البلاغ وحسين الحبال صاحب جريدة أبابيل والشيخ عبد الباصط الأنسي صاحب جريدة الإقبال وكان من أعضاء الوفد رجل دين عراقي هو محمد حبيب العبيد الموسلي الذي كان يوم ذاك واعظا للجيش الرابع كما كان بينهم رجل دين شيعي من جبل عامل يضع على رأسه عمام سوداء اسمه السيد صدر الدين اجتمع الوفد في محطة رياق في الثامن والعشرين من أيلول الف وتسعمائة وخمسة عشر فركبوا القطار متوجها بهم نحو الشمال وبعد سفر شاق وصلوا إلى اسطنبول في السابع من تشرين الأول فجرى لهم في المحط استقبال فخم وعزفت لهم الموسيق وفي يوم الجمعة استقبلهم السلطان في أحد قصور يلدز وبعد أن ألقى الشقيري كلمة بالمناسبة قال السلطان لقد سررت بمرآكم جميعا يا علماء الدين ولسيما لمصادفة قدومكم لدار الخلافة قرب ختم قراءة البخاري الشريف الذي أقرأه منذ بداية الجهاد حتى اليوم إلى لفيف من العلماء الصلحاء في حجرة المخلفات النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأشرف التحية ولا يخفى أن قراءة البخاري الشريف لا أدري من أين جاء هذا الشرف ومن هذا التعظيم الشريف هو كتبه رجل يعني كيف أصبح شريفا على كل ولا يخفى أن قراءة البخاري الشريف بحجرة المخلفات النبوية تكون روضة من رياض الجنة وإني أصدر إرادتي أن تزوروا تلك الدائرة وتشتركوا في الدعوات المستجابة عند ختم التلاوة للبخاري الشريف يعني كأنه قرآن فإني علقت ختم البخاري على قدومكم ثم قال إنه كان مبتهجا جدا من البرقيات التي كانت ترد إليه من بلاد العرب تستفسر عن صحته وأنه رأى آثار تجليات باهرة في ختم البخاري المصادر أحمد عزة الأعظمي المصدر السابق الجزء الخامس صفحة 67 ومجلة الأسرار البيروتية في عددها الصادر في السادس والعشرين من أيلول 1938 وقابل الوفد بعد ذلك شيخ الإسلام ثم وزير الداخلية طلعت باشا وقام محمد كرد علي يخطب أمام وزير الداخلية فمدح لانقلاب الدستوري الذي قام به الاتحاديون قبل الحرب وما أدى إليه من عمران للبلاد وتهذيب لطباع ثم مدح جمال باشا على ما قام به في بلاد الشام من تعبيد الطرق ومد السكك الحديدية وإنشاء المدارس العليا الأمر الذي لا تحلم البلاد بتحقيقه في مدة نصف قرن ثم ختم محمد كرد علي خطابه بقوله كانوا يقولون إن في الحرب خراب للبلاد ولكن حربنا الحاضرة والحمد لله على مكانتها قد عمرت البلادنا ومحصت النساء الناس فتبين بها الخائن المائن من الوطني المخلص والخامل من العامل والجاهل من العالم ولو لم توفق الحكومة إلى انتداب أمثال أحمد جمال باشا وإخوانه الولاة لسياسة سوريا أثناء هذه الأزمة لتم فيها المضحك والمبكي هؤلاء طبعا الكلام لي يعني محمد كرد علي مع الأسف أقول هذا أيضا من المتزلفين والذين يتاجرون بقضية العرب يعني هو محمد كرد علي يعني لا أدري كيف يتزلف بهذه الطريقة وهو محمد كرد علي هذا المعروف يعني هكذا هو التاريخ المصادر جمال الدين الألوسي محمد كرد علي بغداد 1966 صفحة 104 وأحمد عزة الأعظمية المصدر السابق جزء الخامس صفحة 100 نعود إلى المتن ثم زار الوفد وزارة البحرية فاحتفى به ضباطها احتفاء منقطع الدظير وتناول الوفد طعام الغداء في الوزارة وتتابع أعضاء الوفد يخطبون في مدح جمال باشا وذكر الأعمال العظيمة التي قام بها ونهض أخيرا رئيس الوفد أسعد الشقيري فألقى خطابا طويلا في مدح جمال باشا بدأه بقوله ربما ظن الحاضرون ممن لا علم له بأخلاق أعضاء الوفد ولا وقوف عنده على حقائق أحوالي أنهم من المداهنين الذين يجازفون في مديح الأمراء وإطراء العظماء تزلفا لهم وطلبا للحظوة عندهم انظروا يعني هكذا يقول تزلفا لهم وهذا هي الحقيقة طبعا هو ينفي هذا التزلف لكن أنا أراه هو هذا التزلف في عينه وذلك لكثرة ما سمع منهم بالثناء أو سمع منهم بالثناء على القائد العظيم أحمد جمال باشا وإطراءه والحقيقة على خلاف ذلك فإن أعضاء الوفد الذين ترونهم أمامكم أبعد الناس عن مخالطة الحكام والاختلاف إليهم وأقربهم إلى الاعتدال والصدق وأكثرهم إخلاصا وأصفاهم سريرا هذا ما قاله ثم أخذ الشقيري يطنب في مدح جمال باشا لكي يثبت بذلك أن ما قاله عضاء الوفد فيه هو عين الصواب من غير نفاق ثم ختم خطابه الطويل بقوله إن جمال باشا لكثرة الأعمال العظيمة التي قام بها في بلاد الشام يعدونه من الشخوص الخيالية التي يصورها الوهم وينفيها الحس والعقل لذلك هم يقدسونه بين القوسين طبعا لذلك هم يقدسونه من أعماق قلوبهم ويقدسون كل من كان على شاكلته من رجال العمل المخلصين انتهى القوس وبعد أن تجول الوفد في إستبول والدردنيل وغيرها عاد إلى بلاده وأقيمت له في دمشق حفلة عظيمة حضرها جمال باشا والأمير فيصل بن الشريف الحسين الشريف حسين وكبار الموظفين والأعيان وبعد أن ألقى الشقيري خطبة طويلة في وصف ما لقي الوفد من تكريم في البلاد التي زارها نهض الشيخ علي الرماوي المقدسي فألقى قصيدة تحتوي على أكثر من خمسين بيتا حيا فيها جمال باشا وكان مطلعها سرى وفدك الغازي ومثلك يوفد وعاد بملء البشر والعود أحمد طبعا هذه المعلومات مأخوذة من جمال الدين الآلوسي المصدر السابق صفحة 108 إلى 112 جبهة قفقازية نقصد بقفقازية تلك المنطقة التي تقع إلى الشمال الشرقي من تركيا وهي منطقة جبلية وعرة يبلغ ارتفاع بعض قممها عشرة آلاف قدم ويسكنها أقوام مختلفون كالأرمن والأكراد والأتراك والكرج والأذربيجانيين والداغستانيين وتختلط فيها شتى الأديان والمذاهب مما أدى إلى وقوع مذابح طائفية عديدة وكثيرا ما نشبت الحروب الطاحنة فيها بين الروس والأتراك كان الواجب على تركيا أثناء الحرب أن تقف في جبهة قفقازية موقف الدفاع لكي تتفرغ للجبهات الأخرى التي هي أكثر أهمية منها والواقع أن هذه الجبهة تصلح للدفاع أكثر من صلاحها للهجوم وذلك لوعورتها وكثرة الجبال فيها وقد يكفي للدفاع عنها وضع قوات صغيرة في بعض النقاط السوقية منها فيصعب على العدو عندئذ اجتيازها يبدو أن مصلحة الألمان ورغبة الأتراك اتفقت على القيام بهجوم في جبهة قفقازية فالألمان يريدون الهجوم على الروس في هذه الجبهة لكي يخف عنهم ضغط الروس في جبهة أوروبا الشرقية أما الأتراك فكانوا يطمحون إلى الفتح في تلك الجبهة بغية الاتصال بالشعوب الطورانية التي تعيش هناك تحت حكم روسيا القيصرية وربما كان أنور باشا يطمح أيضا إلى القيام بحركة نابليونية بعيدة المدى تستهدف الهند في نهاية المطاف كان للأتراك في جبهة قفقازية جيش تعداده مئة وخمسون ألفا أما الروس فكان تعداد جيشهم فيها مئة ألف فقط وفي الثالث عشر من تشرين الثاني ألف وتسعمائة وأربعة عشر أي بعد أيام قليلة من إعلان الحرب شن الروس هجوما في تلك الجبهة ولكن القوات التركية أرغمتهم على التراجع بعد أن ألحقت بهم خسائر كبيرة وظاهروا أن هذا الانتصار الجزئي الذي ناله الأتراك شجع أنور باشا على القيام بهجوم كبير على الروس ففي كانون الأول ألف وتسعمائة وأربعة عشر غادر أنور باشا إسطنبول متجها إلى جبهة قفقازية وتولى قيادة الجيش فيها بنفسه ويقال أن أنور باشا كان يريد تقليد الطرق العسكرية الألمانية فوضع خطة لتطويق القوات الروسية كلها وتدميرها وهي كانت خطة عظيمة من الناحية النظرية إنما هي كانت عقيمة من الناحية العملية إنها كانت بعبارة أخرى خطة رائعة على الورق ولكن طبيعة الأرض في منطقة قفقازية لا تلائم تطبيقها عمليا شن أنور باشا هجومه الكبير على الروس ولكن الروس استطاعوا في الثالث من كانون الثاني ألف وتسعمائة وخمسة عشر أن يوجهوا للجيش التركي ضربة قاصمة هلك فيها معظم جنوده ولم يبق منهم سوى 12 ألفا فكانت تلك كارثة عسكرية لم يشهد تاريخ الدولة العثمانية لها مثيلا ومن الجدير بالذكر أن تلك الكارثة كانت ذات همية بالنسبة للعراقيين إذ كان فيها الكثير منهم ولم يعد منهم سوى أفراد قليلين كما سنأتي إليه في فصد قادم عاد أنور باشا إلى اسطنبول وهو يشعر بما جلبته الكارثة على صمعته من الهوان فلم يظهر كثيرا في الأماكن العامة لأنه لا يدري بماذا سوف يستقبله الجمهور وقد اتخذت الحكومة التركية التدابير لمنع نشر أي خبر عن كارثة قفقازيا في بلادها وفرضت عقوبة رادعة على من يتكلم عنها ساد الهدوء النسبي في جبهة قفقازيا طيلة الشهور التالية وفي أيلول 1915 وصل إلى الجبهة الغراندوغ نقولا وكان هذا قائدا للجيوش الروسية في أوروبا الشرقية وقد أنزل به الألمان هزائم منكر هناك فنقل إلى قفقازيا والظاهر أنه كان يريد أن يستعيد سمعته بنيل نصر له على الأتراك يعوض به عن هزائمه السابقة تجاه الألمان وضع الغراندوغ خطته على أساس أن يكون الهجوم على الأتراك في الشتاء ولم يكن الأتراك يتوقعون هجوما في ذلك الفصل الذي تكون الطرق فيه مغمورة بالثلوج وشرع الغراندوغ يعد العدة للهجوم بتكتم شديد وفي السابع عشر من كانون الثاني 1916 بدأ هجومه وأخذت قواته تسير من نصر إلى نصر فاحتل مدينة أرض روم في السادس عشر من شباب وتعتبر هذه المدينة أعظم نقطة سقية في المنطقة كلها ثم احتلت قواته بعد ذلك ميناء طرابزون الواقع على البحر الأسود ومدينتي موش وبتليس الواقعتين إلى الغرب من بحيرة وان أرسل الأتراك جيشهم الذي كان موجودا في طراقيا لإنجاد قواتهم في قفقازيا ولكن هذا الجيش لم يتمكن من الوصول إلى جبهة القتال إلا في شهر آب فكان وصوله بعد فوات الأوان وحلت به الهزائم وصار عشرات الألوف من الجنود يفرون من خطوط القتال ولم يكتف الروس بانتصاراتهم الباهرة في جبهة قفقازيا بل أرسلوا أرتالت من الخيالة القزاق إلى إيران وأخذت هذه الأرتال تتغلغل في داخل إيران حتى وصلت إلى أصفهان وعبرت الحدود العراقية من الشمال باتجاه راوندوز ومن الوسط باتجاه بعقوبة يمكن القول إن هذه الانتصارات الباهرة التي نالتها القوات الروسية على الأتراك كانت بمثابة القمة العالية التي يأتي بعدها الانحدار ففي ذلك الوقت الذي كانت أو التي كانت فيه القوات الروسية تسير من نصر إلى نصر في تركيا وإيران نشبت ثورة في بطرسبرغ وقد أدت هذه الثورة إلى انهيار الجيوش الروسية في جميع الجبهات فكان ذلك كأنه إنقاذ نزل إلى الأتراك من السماء وبه استطاع الأتراك على ضعفهم أن يتحولوا من موقف الدفاع إلى موقف الهجوم كما سنأتي إليه الثورة الروسية لابد لنا هنا من استعراض موجز للثورة الروسية لما كان لها من تأثير عظيم على مجرى الحرب في تركيا أولاً وعلى مجرى التاريخ في العالم كله أخيراً الواقع أن الشعب الروسي عانى من ويلات الحرب عناء يصعب تصوره يقول الكاتب الإنجليزي المعروف ويلز إن الجنود الروس كانوا يذهبون إلى الحرب من غير مدافع تدعمهم وحتى من غير رصاص لبنادقهم فكانوا يساقون إلى الهلاك من قبل قوادهم تحت تأثير هوس الحماس العسكري وكانوا في بعض الأحيان يتحملون الويل صامتين كالأنعام أما الطبقة النبيلة الحاكمة فكانت متفسخة غير قديرة بينما كان القيصر قد سيطر عليه نوع من التقوى البلهاء وكان هو وحاشيته قد وقعوا تحت تأثير راهب دجال هو راسبوتين نفد صبر الروس في شهر آذار 1917 حيث خرجت مظاهرة من العاصمة بوترسبيرغ تطالب بالخبز فأمرت الحكومة بإطلاق الرصاص عليها غير أن الجنود امتنعوا عن تنفيذ أمر الحكومة وتألفت حكومة مؤقتة من قبل الأحزاب المعارضة وحين سمع القيصر بذلك وكان في إحدى جبهات الحرب غادر الجبهة مسرعا متوجها إلى العاصمة ولكنه أوقف في الطريق من قبل الحكومة المؤقتة وطلب منه التنازل عن العرش طلب منه التنازل عن العرش وقد تنازل القيصر عن العرش لصالح أخيه ميخائل غير أن أخاه رفض قبول العرش في اليوم التالي مرت على روسيا بعد هذا تمانية أشهر عمت فيها الفوضى في كل مكان فلقد كانت الحكومة المؤقتة ضعيفة غير متناسقة يقودها رجل اسمه كارنسكي وكان هذا الرجل خطيبا مسكعا يعرف كيف يخاطب الجماهير فصار معبودهم ولكنه لم يكن رجل دولة فترك الأمور تجري على رسلها وبذلك استفحلت الفوضى واشتدت تنافس بين الأحزاب كل حزب يريد أن يجر النار لقرصه كانت الحكومة القيصرية السابقة قد نفت الكثير من رعاياها إلى سيبيريا كما هرب آخرون إلى مختلف البلاد الأوروبية وقد بدأ هؤلاء المنفيون يعودون إلى بطرسبرغ فزادوا في حدة الفوضى وصار كل شخص ذاق شيئا من الأذى أو النفي في عهد القيصر يريد أن يكون في عهد الثورة زعيما وأصبحت الجماهير تتقاذفهم الأهواء من كل جانب وتتابعت التجمعات والمظاهرات وأخذ الخطباء يملؤون الجو بالصراخ المثير وفي الوقت الذي كانت فيه بطرسبرغ تزخر بهذه الأحداث كان يعيش في سويسرا رجل روسي قصير القامة أكوس اللحية اسمه أوليانوف ويلقب نفسه لنين إنه كان شيوعيا من زعماء الحزب المعروف باسم البلشفك لم يكن في مقدور لنين العودة إلى روسيا إلا عن طريق ألمانيا وكان ذلك أمرا عسيرا لوجود حالة الحرب بين ألمانيا وروسيا ولكن القيادة الألمانية ساعدت لنين على العودة إلى روسيا حيث نقلته في قطار مغلق عبر بلادها إلى ساحل بحر البلطيق ومن هناك استطاع لنين الوصول إلى بطرسبرغ عن طريق السويد حيث وصلها في السادس عشر من نيسان والمظنون أن القيادة الألمانية كانت تبغي من إعادة لنين إلى روسيا زيادة الفوضى فيها وما درت أنها أرسلت إلى روسيا رجلا سيغير مجرى التاريخ فيها وسيجعلها من أعظم دول العالم في وقت قصير كان لنين من طراز أولئك الرجال الذين يجمعون في أنفسهم بين الحماس والحكمة وكان يختلف عن الكثير من الشيوعيين الذين لا يعرفون من دنياهم سوى النصوص المحفوظة يهتفون بها ويتحمسون لها دون أن يفقه فحوها فهو لم يكد يصل إلى بطرسبرغ حتى بدأ العمل أو بدأ العمل وفق خطة واضحة في ذهنه دون أن يهتم بالشعارات المرفوعة أو الهتافة أصبحت بطرسبرغ يوم ذاك ميدان صراع بين رجلين من طرازين مختلفين فقد كان كرنسكي من جانب يثير الجماهير بخطبه الرنانة بينما كان لنين من الجانب الآخر يفكر تفكير من يرمي ببصره إلى الأفق البعيد دون أن يهتم بالإغراءات الآنية كان كرنسكي يريد مواصلة الحرب وأخذ يخطب في الجنود محمسا لهم أما لنين فكان يعتبر الحرب مهلكة أو مهلكة للجنود البائسين ولا يستفيد منها سوى الحكام وأصحاب الأموال كان لنين يدعو إلى وقف الحرب حالا وعقد الصلح مع ألمانيا بأي ثمن لكي يتفرغ بعدئذ إلى بناء دولته على أسس جديدة ولهذا صار خصومه يتهمونه بأنه عميل للألمان وخائن لوطنه ولم يكترث لنين لهذه التهم بل سار في طريقه لا يلوي على شيء شنت الجيوش الروسية هجوما على الألمان بإعاز من كرنسكي في تموز 1917 وقد نال الهجوم بعض النجاح في بداية الأمر غير أن الألمان انثالوا بعدئذ على الجيوش الروسية فأنزلوا بها كارثة أخرى من نمط الكوارث السابقة وكانت تلك مذبحة جديدة مني بها الجنود المساكين وبينما كان كرنسكي مشغولا بجبهة الحرب كان لينين مشغولا بالجبهة الداخلية يفكر كيف يهدم الحكومة الحالية لكي يبني مكانها حكومته الجديدة وفي السابع من تشرين الثاني 1917 تم له ما أراد فقامت ثورة في بطرسبيرغ بقيادته وبدأت منذ ذلك الحين تلك الضفرة الاجتماعية الكبرى التي لا ندري أين ينتهي المطاف بها سميت تلك الثورة بثورة أكتوبر أي تشرين الأول على الرغم من كونها حدثت في تشرين الثاني ويؤزى سبب ذلك إلى أن روسيا كانت في تلك الأيام تجري على التقويم الشرقي وهو يقل عن التقويم الغربي بثلاثة عشر يوما قفقازيا مرة أخرى كانت الجيوش التركية في جبهة قفقازيا في الفترة التي سبقت قيام الثورة الروسية في أسفل درك من الضعف وتفسخ القيادة يقول أرمسترونغ في وصفها كان ينقصها كل شيء من الطعام والذخائر والأسلحة وكانت ثياب الجنود قد غدت أسمالا مهلهلة كما كانت مواد تموينهم تختلس وتنهب فمتعهدوا الجيش يرشون الضباط الذين بيدهم الأمر والنهي ويشاركونهم أرباح الصفقات فأثر الفريقان من هذه السرقات على حساب تموين الجيش وكذلك كانت الخدمة الطبية على أسوأ حال فالجنود يموتون بالألوف تأثرا بالدوزنتاريا والتايفوس وغيرها من الأمراض فضلا عن موت الكثيرين منهم تأثرا بالبرد والجوع انتهى كلامه أرسلت القيادة التركية العليا إلى جبهة قفقازيا قائدا نزيها صارما هو مصطفى كمال باشا بطل الدردنيل وقد بدأ هذا القائد بحملة تطهير شملت اللصوص من الضباط والمتعهدين فأنزل بهم عقوبات شديدة لا تعرف الرحمة وقد تصور بعضهم أن في مقدورهم رشوته وعرضوا عليه مشاركتهم في أعمال السلب والنهب فكان رده عليهم أنه أمر بشنقهم كما أمر بجلد كل من ثبت عليه أية تهمة مخلة بالنزح وعندما نشبت الثورة الروسية في آذار كان أثرها شديدا في جبهات الحرب حيث أخذ الكثير من الجنود الروس يعصون أوامر ضباطهم ويفرون عائدين إلى بيوتهم وأرادت القيادة التركية انتهاز الفرصة لاستعادة المناطق الواسعة التي كانت القوات الروسية قد احتلتها في شرقي الأناظول وشرعت القوات التركية تتقدم بقيادة مصطفى كمال باشا ولكن تقدمها كان بطيئا جدا لما كانت تعانيه من ضعف في الرجال ونقص في التموين وقد استطاعت على أي حال أن تسترجع وان وبتليس وموش وواصلت تقدمها نحو باطم وبينما كان مصطفى كمال باشا مشغولا في هذه الجبهة إذ صدرت إليه الأوامر من إسطنبول بأن يترك الجبهة بعهدة نائبه كاظم قرى بكر بيج ويتوجه إلى فلسطين لقيادة أحد الجيوش التي كانت معدة هناك لمواجهة الهجوم الإنجليزي المتوقع يبدو أن أنور باشا كان مهتما بأمر الهجوم في قفقازيا أكثر من اهتمامه بأمر الدفاع عن فلسطين وقد أدى ذلك إلى خلاف في الرأي بينه وبين القادة الألمان كتب القائد الألماني فون ساندرز يقول إن التقدم التركي في إيران كان السبب في ضياع بغداد والآن يمكن أن يكون التقدم في قفقازيا سببا في ضياع البلاد العربية الأخرى ففي آذار من عام 1918 عقدت معاهدة الصلح بين ألمانيا والحكومة البلشفية الجديدة وفيها وافقت الحكومة البلشفية على الجلاء عن المناطق التركية التي كانت القوات الروسية قد احتلتها سابقا في شرقي الأنظول وتسليم أردهان وقارص وباطم إلى تركيا وأراد أن وارباشا استغلال تلك الفرصة إلى الحد الأقصى فأمر القوات التركية بالتقدم نحو باكو إن منطقة قفقازيا تحتوي كما أسلفنا على قوميات وطوائف دينية شتى وعندما انسحبت القوات الروسية منها ظهرت فيها عدة دويلات وبدأت المعارك والفتن تنشب بين أقوامها على نطاق واسع وجاءت القوات التركية لتضيف إلى الفوضى وقودا جديدا كما أرسل الألمان قواتهم إلى المنطقة وكذلك أرسل لإنجليز قواتهم إليها عن طريق إيران وقد احتل الإنجليز باكو في تموز 1918 غير أن الأتراك أخرجوهم منها في منتصف أيلول ظلت المنطقة في فوضى مدة غير قصيرة بعد انتهاء الحرب ولكن الأتراك على أي حال نجحوا في استعادة الأراضي التي كانوا قد خسروها في حرب 1914 وحرب 1877 أيضا فكان ذلك الفتح الوحيد الذي حصلت عليه الدولة الأثمانية من دخولها الحرب يقول المؤرخ الأمريكي بيل أو ييل إن أنور باشا نال هدفه في منطقة قفقازيا ولكن هذا الربح كلفه ثمنا باهضا إذ هو خسر مقابل ذلك البلاد العربية على نحو ما تنبأ به القائد الألماني فون ساندرز الثورة العربية في العاشر من حزيران 1916 ميلادي الموافق التاسع من شعبان 1334 هجرية أعلن شريف مكة الحسين بن علي الثورة على الأتراك بالاتفاق مع الإنجليز على شروط تعهدوا له بها وقد جهزه الإنجليز بالذهب الكثير وبعض المدافع والأسلحة كان لدى الأتراك في الحجاز زهاء 12 ألف جندي موزعين في مكة والطائف وجدة والمدينة وغيرها أما الشريف فلم يكن لديه جيش نظامي بل اعتمد في ثورته في أول الأمر على قبائل البدو حيث أغدق عليهم الذهب الذي أمده به الإنجليز وقد انضم البدو إلى الثورة يحدوهم الذهب المدفوع من جهة والأمل بالغنائم الوفيرة من الجهة الأخرى كما هو ديدن البدو في أكثر الأحيان أول حامية تركية استسلمت للثورة العربية هي حامية جدة وذلك في السادس عشر من حزيران أي بعد ستة أيام من إعلان الثورة وقد ساعد الأسطول البريطاني في ذلك حيث قصف ثكنات الحامية قصفا متواصلا لمدة ثلاثة أيام وقد استفاد العرب من المدافع التي غنموها في جدة فنقلوها إلى مكة كما وصلتهم من مصر مدافع أخرى مع ثلاثة آلاف بندقية وعدد من الجنود والضباط المصريين بقيادة ضابط كبير اسمه سيد علي بي وفي التاسع من تموز تم الاستيلاء على قلعتي جياد وجرول في مكة وفي الثاني والعشرين من أيلول استسلمت حامية الطائف انضم إلى الثورة ضابط بريطاني اسمه لورنس وكان هذا الضابط ذا شخصية فريدة يتقن العربية فتغلغل بين البدو واستطاع أن يجعل منهم قوة لا يستهان بها في إرباك الأتراك وتدمير سككهم الحديدية وطرق مواصلاتهم وفي الرابع والعشرين من كانون الثاني 1917 تم الاستيلاء على بلدة الوجه الواقعة على البحر الأحمر على بعد مائتي ميل من ينبع شمالا وقد قام بالاستيلاء عليها أربعمائة بدوي يقودهم ضابطان بريطانيان حيث نقلتهم إلى هناك سفينة بريطانية وقد رافق الاستيلاء نهب وتخريب وتقتيل بشكل فضيع جدا على عادة البدو عندما يفتحون بلدة وحين وصل لورنس إلى البلدة في اليوم التالي تألم مما شاهده فيها من المناظر البشعة وقد وصف ذلك في كتابه أعمدة الحكم السبعة حيث قال إن ما شاهده فيها من تدمير وتقتيل كان بمثابة تصرف فاجر لا يليق فالبدو كانوا قد وجدوا البلدة مليئة بالغنائم فكنسوها وسلبوا المتاجر وحطموا الأبواب وفتشوا كل غرفة وكسروا الصناديق والخزائن ومزقوا الستائر والفرش والوسائد مفتشين عن الكنوز الخبيئة بينما كانت مدافع الأسطول تفتح بقنابلها الثغرات في جدران كل منزل ويقول لورنس إن الضابط البريطاني الذي أدار المعركة كان مرتاحا مسرورا ولكن لورنس لم يشاركه في سروره ففي رأيه أن بلدة الوجه كان من الممكن فتحها عن طريق ضرب الحصار عليها بضعة أيام ولهذا فإن التدمير الذي جرى فيها كان غير ضروري ويضيف لورنس إلى ذلك قائلا ما نصه ثم أخذ سكان البلدة الغاضبون علينا ينتقمون منا فيسرقون كل شيء تقع عليه أيديهم ويمزقون أكياس الرز ويغترفون منها ويفرون لذلك اضطر فيصل إلى تعيين مولود مخلص القاسي حاكما للبلدة مولود مخلص القاسي حاكما للبلدة وقد استحضر هذا خيالته واستطاع خلال يوم واحد أن يلقي بعدد كبير في السجون وعلى أي حال فقد كان احتلال بلدة الوجه بمثابة البداية لصفحة جديدة في تاريخ الثورة العربية فإن الغنائم الوفيرة التي حصل عليها البدو لفتت أنظار القبائل المجاورة وجعلتها تنجذب إلى الثورة جذابا قويا فتلك كانت أول معركة يظفر البدو فيها بالغنائم على طريقة الفرهوت وهذا أمر يشتهيه البدو من أعماق قلوبهم ويتفاخرون به إذ هو بحور مهم من محاور تراثهم الاجتماعي في الخامس من نيسان 1917 انضم إلى الثورة العربية رجل يعد نموذجا للشخصية البدوية هو الشيخ عود أبو تايه إنه كان رئيس عشيرة الحويطات التي تسكن بالقرب من العقبة وكان أشهر رجل في تلك الأنحاء ومضرب المثل في الشجاعة والكرم والمعروف عنه أنه شمل بغزواته مساحة واسعة من البادية تمتد بين مكة والبصر وحلب ولكنه كان على كثرة الغنائم التي غنمها أو غنمها في غزواته تلك لا يملك شيئاً لأنه أنفقها كلها على ضيوفه والقاصدين له وكانت جفنته التي يقدم الطعام بها لضيوفه تسع ما يكفي لخمسة وعشرين رجلاً في آن واحد والمعروف عنه كذلك أنه قتل بيده خمسة وسبعين رجلاً من العرب أما قتله من الأتراك فلا حصر لهم لأنهم لا يستحقون العد في نظره كان انضمام الشيخ عودة أبو تايه إلى الثورة كسباً كبيراً لها وقد فرح بذلك الأمير فيصل بن الحسين فرح فرحاً لا مزيد عليه كما فرح به لورنس وقد جمع الشيخ عودة من عشيرته خمسمائة رجل فهاجم بهم قوة تركية كانت معسكرة قريباً من العقبة وكانت تلك أول مرة في تاريخ الثورة يقوم بها البدو بالهجوم المباشر على قوة نظامية جيدة التسليح وقد أدار عودة المعركة بشجاعة فائقة اعتمد فيها على المباغة وانتصر فيها انتصاراً ساحقاً ولم يترك عودة لرجاله وقتاً يرتاحون فيه عقب المعركة بل حثهم حثاً شديداً باتجاه العقبة وفي السادس من تموز دخلوا العقبة وهم في غاية الجوع والعطش والتعب ولكنهم كانوا يسوقون أمامهم قطيعاً من الأسرى الأتراك يفوقونهم عدده يؤتبر احتلال العقبة نقطة تحول كبرى في تاريخ الثورة العربية ومما زاد في أهميتها أن بريطانيا بدأت حين ذاك تولي اهتماماً فوق العادة للجبهة الفلسطينية فعينت الجنرال الليمبي قائداً لها وقد وصل هذا القائد إلى مركز قيادته في القاهرة قبل أيام معدودة من احتلال العقبة كان لورنس قد غادر العقبة عقب احتلالها برفقة ثمانية رجال من عشيرة الحويطات وكان يلبس الملابس البدوية مثلهم فوصلوا بعد مسيرة شاقة على الأباعر إلى الإسماعيلية فترك لورنس أصحابه هناك وسافر هو بالقطار إلى القاهرة ثم دخل على الليمبي وهو بزيه البدوي حافياً وصار يتحدث إليه عن احتلال العقبة وأهميتها لحركات الجيش الإنجليزي في الجبهة الفلسطينية وقد قرر الليمبي على أثر هذه المحادثة مع لورنس دعم القوات العربية بكل الوسائل الممكنة لتكون الجناح الأيمن لجيشه في حركاته المقبلة عاد لورنس إلى العقبة بعد أن زودته القيادة الإنجليزية بسلطة واسعة وذهب كثير كما رفعت رتبته العسكرية من كابتن إلى كولونيل أي من نقيب إلى عقيد وصار لورنس يخرج بالتعاون مع الشريف ناصر والشيخ عودة أبو تايه لشن الغارات على خطوط مواصلات الأتراك وقطاراتهم فأنزل بهم ضربات مريعة وأدرك الأتراك خطورة لورنس عليهم فأعلنوا جائزة قدرها خمسون ألف ليرة ذهب لمن يأتي به حيا أو ميت وفي شهر تشرين الثاني ألف وتسعمائة وسبعة عشر وقع لورنس في قبضة الأتراك ولكنه فلت منهم بعجوبة وخلاصة القصة أنه ذهب إلى بلدة درعة بزي بدوي بغية التجسس فلمحه هاشم بيك حاكم درعة وكان هذا الحاكم لوطيا يحب الغلمان ومما يجدر ذكره أن لورنس كان ذا وجه صبياني يبدو أصغر من سنه الحقيقية فاشتهاه الحاكم وطلب من أحد الجنود أن يأتي به إليه ويقص لورنس في كتابه كيف حاول هاشم بيك الواط به عن طريق الإغراء تارة وعن طريق القسر تارة أخرى ويدعي لورنس أنه استطاع أن يتحمل العذاب بصبر وقاوم محاولات هاشم بعناد ثم تمكن من الهرب أخيرا وتشير بعض القراء إلى أن هذا الادعاء من لورنس لا يخلو من مبالغة أو هو غير صحيح هناك رسالة بعث بها لورنس إلى زوجة برناردشو اعترف فيها بأنه لم يستطع احتمال العذاب وأنه استسلم في النهاية لشهوة هاشم بيك ويقال أن عقدة نفسية شديدة سيطرت على لورنس من جراء تلك الفعلة الشنعاء التي فعلها به هاشم بيك وظلت هذه العقدة تلازمه طيلة حياته وبالمفارقات القدر أن الجنرال ألمبي كان مشغولا بإعداد هجومه على فلسطين في نفس الوقت الذي كان فيه هاشم بيك مشغولا بلواط لورنس وفي السابع من تشرين الثاني 1917 استطاع ألمبي أن يحتل غزة وفي الحادي عشر من كانون الأول فتح القدس ويقال أن لوايد جورج رئيس الوزارة البريطانية كان قبل ذلك قد أبدى رغبته للجنرال ألمبي في أن يكون فتح القدس هدية للأمة البريطانية بمناسبة عيد الميلاد وقد حقق اللمبي رغبة رئيس الوزراء حشد الأتراك جيوشن ثلاثة تجاه الجيش الإنجليزي الذي كانت القوات العربية تمثل جناحه الأيمن وفي التاسع عشر من أيلول 1918 بدأ اللمبي يشن هجومه الكبير على تلك الجيوش وفي خلال ثلاثة أيام استطاع بخطة بارعة كل البرعة أن ينزل بالجيوش التركية ضربات ماحقة مزقتها تمزيقا وأخذ الجيش الإنجليزي يتسابق مع القوات العربية للوصول إلى دمشق وفي صباح الأول من تشرين الأول دخلت الخيالة الأسترالية إلى دمشق من جانب والقوات العربية من جانب آخر وقد استقبل الأهالي القوات العربية بحماس منقطع نظير التحق بالثورة العربية في الحجاز عدد كبير من الضباط العرب وكان معظمهم من العراقيين وهم الذين تولوا المناصب العالية في العراق بعد الحرب عندما تأسست الحكومة العراقية كما هو معروف أول ضابط عراقي التحق بالثورة هو شريف أفندي الفاروقي وهو من آل العمر في الموصل وكان هذا الضابط يقاتل في صفوف الجيش التركي في معارك الدردنيل واستطاع أن يهرب إلى الإنجليز فنقلوه إلى القاهرة وهناك أطلعه الإنجليز على المفاوضات التي كانت تجري بينهم وبين الشريف الحسين قبل إعلانه الثور فكتب هو في السادس من كانون الأول 1915 كتابا إلى الشريف يضع نفسه في خدمته ويقول نحن رجال ليس لنا أرب سوى الاستقلال ونحن مستعدون للتضحية كل ما يلزم لهذا الاستقلال لأن منافع الطرفين متحدة كل الاتحاد ونحن نرى الموت حياة في سبيلنا ولنا ثقة بأنفسنا واعتماد على بريطانيا العظمى التي جاهرت بعون العرب والتي تحب أن تصاحب العرب أصحاب السيادة في العالم الإسلامي وتعينهم على استقلالهم لاتحاد المصلحتين انتهى كلامه فأجابه الشريف يشكره على هذا الكتاب ثم عينه ممثلا له في القاهرة أما الضابط العراقي الثاني الذي التحق بالثورة فهو نور السعيد وكان قد هرب من الأتراك قبل اندلاء الحرب والتجأ إلى السيد طالب النقيب في البصرة ولما احتل الإنجليز البصرة أتقلوه ونقلوه إلى الهند وعندما نشبت الثورة العربية طلب منهم التطوع فيها فنقلوه إلى مصر كان في الهند معتقل معتقل للأسر اسمه سامربور يقع على بعد مئة كيلومتور من بوم بومبي وكان فيه في وقت نشوب الثورة العربية زهاء ثلاثمائة ضابط عربي وأربعة آلاف جندي وكان معظمهم عراقيين من الذين أسرهم الإنجليز في معارك العراق ولم يكن هؤلاء يعلمون بخبر الثورة عند نشوبها إلا قليل منهم كان قد أخبرهم بها السيد حسين أفنان الذي كان يعمل هناك مترجما في خدمة الإنجليز وفي منتصف حزيران ألف وتسعمائة وستة عشر اختار الإنجليز من بين الأسرى عشر ضباط ومئة وخمسين جنديا من المختصين بالمدفعية بحجة أنهم سينقلونهم إلى العراق لمبادلتهم بأسرى من الإنجليز ونقلوهم إلى بومبي بالقطار ومن هناك أبحروا بهم في باخرة متجهة إلى السويس في مصر وقد وصلت الباخرة إلى السويس في أواصط تموز ولم تكد الباخرة تصل إلى رصيف الميناء حتى صعد إليها ضابط إنجليزي ومعه نور السعيد فأخذ نوري يكلم الأسرى قائلا إن الشريف حسين قد قام بالثورة وليس هنا مجال المناقش حول الثورة هل هي صحيحة أم لا ولكن دعنا نناقش الأمر من ناحية أخرى الهامش محمد طاهر العمري مقدرات العراق السياسية بغداد 1925 الجزء الأول صفحة 219 إلى 233 انتهى الهامش نعود يقول لهم نوري السعيد هل من الواجب علينا نحن ذو المبادئ القومية من عراقيين وسوريين أن ننضم إليها أم لا فنحن لو رفضنا الانضمام إليها لجاء الإنجليز بضباط من مستعمراتهم هنود ومصريين وجاء الفرنسيون بضباط تونسيين أو جزائريين أو مغاربة وبهذا تكون الثورة تحت قيادة ضباط من المستعمرين بدلا من أن تكون تحت قيادتنا نحن ذو المبادئ القومية حيث نوجهها عندئذ كما نرغب ونشته عند سماعهم لهذا الكلام انقسموا إلى فريقين حيث امتنع عن الالتحاق بالثورة منهم أربعة ضباط وخمسة عشر جنديا فسيقوا إلى معتقل للأسرة قرب القاهرة أما الباقون فقد استجابوا للثورة وكان فيهم الضباط التالية أسماؤهم رشيد المدفعي سعيد المدفعي محمد حلمي الحاج ذياب راسم سردست داود صبري إبراهيم الراوي وكانوا كلهم برتبة ملازم ثاني ما عدى الأول منهم إذ كان برتبة يوزباشي يعني نقيب وقد نقل هؤلاء الضباط مع جنودهم إلى القاهرة فمكثوا فيها أسبوعا واحدا ثم غادروها بالقطار إلى السويس حيث ركبوا منها باخرة متجهة إلى جدة وكان معهم نور السعيد فوصلوا جدة في الثاني من آب 1916 ومما يلفت النظر أنهم عند اختلاطهم بأهل جدة وجدوا الرأي العام فيها معارضا للثورة ناقما عليها إذ كان يعتبر الثورة كأنها خروج على الإسلام وحلف مع الكفار وقد وجدوا كذلك الجنود الأتراك الذين استسلموا للثورة في جدة مطلقي السراح يعيشون في البلد كما يشاءون ويخالطون سكانها وكان لهؤلاء الجنود أثرهم في توجيه الرأي العام في جدة ولما خالطهم الجنود العراقيون الذين جئ بهم من الهند تأثروا بهم وندموا على التحاقهم بالثورة فقد كان الجنود الأتراك يقولون لهم كيف ولماذا يا أخي المسلم تحارب أخاك المسلم جنبا لجنب مع الإنجليزي الكفار أصدر الشريف حسين طبعا هذه من كتاب إبراهيم الراوي ذكريات بيروت 1969 صبح 22 أصدر الشريف حسين أمره تلفونيا من مكة بتعين نور السعيد وكيلا للقائد العام لقوات الثورة وقد أدرك نور السعيد خطورة الجنود الأتراك الموجودين في جدة فأمر بجمعهم وإيداعهم في معتقل خاص وتشديد الحراس عليهم لكي يمنع تأثيرهم على الرأي العام في جدة وعلى الجنود العراقيين فيها يبدو أن هذا الإجراء الذي قام به نور السعيد قد جاء بعد فوات الأوان فقد ظل الجنود العراقيون متأثرين بما أوحى به إليهم الجنود الأتراك وأعلنوا رفضهم للانضمام إلى الثورة وصاروا يهتفون بالهتاف التركي الذي تعلموه في سلك الجندية باديشا هامتشوق يشا حاول نور السعيد إقناعهم فلم يؤثر فيهم شيئا وأصروا على العودة إلى معتقل الهند الذي أتوا من واتصل نوري بالشريف في مكة تلفونيا يخبره بجلية الأمر فكان جواب الشريف يا ابني نحن اللي ما يبغان ما نبغى أي أن الذي لا يرغب فينا لا نرغب فيه وعرض الشريف عليهم أن يأتوا إلى مكة ما داموا قريبين منها فيؤدوا العمرة فيها ثم يعودون ليذهبوا إلى المحل الذي يريدون وقد ذهب الجنود إلى مكة فعلا فاعتمروا فيها ثم عادوا إلى جدة ومنها نقلوا إلى حياة الأسر من جديد لم يبقى من الجنود في ظل من ظل مع الثورة سوى ستة فقط فساروا مع ضباطهم إلى مكة وقد جرى لهم هناك استقبال رسمي شارك فيه الموظفون واعيان مكة يقول إبراهيم في مذكراته وهو من جملة الضباط الذين وصلوا إلى مكة مع الجنود الستة أنه وجد الرأي العام في مكة على منوال ما وجده في جدة إذ أن الكثير من سكانها ولاسيما غير العرب منهم كانوا ساخطين على الشريف حسين لتحالفه مع الإنجليز والفرنسيين ومحاربته الأتراك وقد عتب الراوي في بذكراته على أهل مكة وأخذ يناقشهم ويحتج عليهم حيث وصف تقاعسهم الحالي عن نصرة الشريف حسين بمثل تقاعسهم القديم عن نصرة الرسول وعن نصرة ابن بنته الحسين المصدر السابق صفحة 84 جاءت إلى الحجاز بعد ذلك دفعة أخرى من الضباط كان من بينهم علي جودة الأيوبي عبداللطيف نوري عبدالحميد الشالشي مولود مخلص جميل المدفعي عبدالكريم شاه حامد الوادي رشيد خمّاس عبدالله الدليمي رشيد الأنكورلي جميل الراوي شاكر الشيخلي وبرقي العسكري وجمال علي حاول الإنجليز إقناع بقية الأسرة في سامربور على الاتحاق بالثورة فلب يوفق وكان رأي بعض الأسرة أن هذه بئر لا يعرف قرارها فكيف نرمي أنفسنا بها وقال آخرون منهم إن الإنجليز كفار وأعداء الدين الإسلامي ودستورهم العملي هو أن الغاية تبرر الواسطة وفي أواخر تشرين الثاني الف وتسعمائة وستة عشر نقل الإنجليز عدداً كبيراً من الأسرة من سامربور إلى بومبي بالقطار على غير رغبة منهم ثم أركبوهم باخرة توجهت بهم إلى ميناء رابغ في الحجاز وقد اعترض الأسرة واحتجوا وقاوموا دون جدوى وفي رابغ خرج إليهم رجل يخطب فيهم ليحرضهم على الاتحاق بالثورة ثم قابلهم الأمير علي محاولاً إقناعهم وشرح لهم القضية العربية كما حاول إقناعهم بعض الضباط الذين التحقوا بالثورة من قبل ولكن الأسرة أصروا على الامتناء وعاندوا عناداً شديداً ولم يرضخ منهم سوى ضابطين وبضعة وعشرين جندياً اضطر الإنجليز أخيراً إلى نقل الأسرة الرافضين إلى مصر فأودع الضباط منهم في معتقل أقيم على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى الشرق من الإسكندرية في موضع يقال له سيدي بشر وهو الآن جزء من الإسكندرية أما الجنود فأودع في معتقل جنوب القاهرة في موضع يقال له المعادي ثم أعيد إلى الهند بعدئذ كان في مصر يوم ذاك ضابط عراقي أسير برتبة بكباشي أي مقدم اسمه جعفر الأسكري وقد قرر هذا الضابط الالتحاق بالثورة فأرسله الإنجليز إلى معتقل سيدي بشر في محاولة أخيرة لإقناع الضباط الرافضين فقابل كبيرهم وكان في مثل رتبته اسمه علي غالب فأجابه هذا قائلاً إنه وجميع الضباط إنه وجميع الضباط لا يريدون الالتحاق بالثورة فلا فائدة من الكلام معهم أصلاً المصادر محمد رؤوف الشيخ لمراحل الحياة بصرة 1972 الجزء الثاني صفحة 387 والمصدر السابق أيضاً الجزء الثاني صفحة 409 وفي الحادي عشر من كانون الأول 1916 أرسل جعفر العسكري رسالة إلى الشريف حسين يطلب منه قبوله في صفوف الثورة ولكن الشريف رفض قبوله بأدب قائلاً في جوابه إن جيشنا غير مستعد لقائد شهير مثلك والمظنون أن سبب هذا الرفض هو أن الشريف كان حذراً من الضباط الكبار إذ كان يخشى أن يقوم منقلاب عليه فيما بعد كما فعلوا مع السلطان عبد الحميد وعلى أي حال فقد قرر الأمير فيصل الاستفادة من كفاءة جعفر العسكري فاستدعاه إليه على مسؤوليته الخاصة وقد وصل جعفر إلى الحجاز في حزيران 1917 فأنيطت به مهمة تكوين جيش النظامي مدرب على الأسلحة الحديثة وقد نجح جعفر في ذلك يقول لورنس إن التحاق جعفر العسكري بالثورة كان بمثابة نجدة ضخمة له الهوامش أو المصادر محمد طارق العمري المصدر السابق الجزء الثاني صفحة 157 ولورنس المصدر السابق صفحة 126 إلى 127 تحت عنوان فخري باشة يقول المؤلف كان فخري باشة ننزل إلى الهامش يقول المظنون أنه هو نفسه الذي تولى ولاية البصرة وكالة في عام 1904 وأطلق عليه البصريون لقب أبو القواني لصرامته في مطاردة اللصص هذا الهامش الذي موجود في الصفحة تحت هذا الاسم فخري باشة كان فخري باشة قائدا لحامية المدينة عند نشوب الثورة العربية في الحجاز وكان يحمل للثورة بغضا شديدا ويعدها خدمة للكفار وتآمرا على الإسلام إنه كان بكتاشي العقيدة شديد التمسك بعثمانيته وقد اعتاد أثناء الثورة أن يرتقي منبر الحرم النبوي أن يرتقي منبر الحرم فيسب العرب ويسب الشريف حسين وجميع الأشراء إنه ظل يقاوم الثورة ولم يستسلم لها كما استسلم لها القواد الأتراك في جدة ومكة وطائف والغريب أنه ظل مصرا على عدم الاستسلام للثورة حتى بعد عقد الهدنة بين تركيا والحلفاء في الثلاثين من تشرين الأول عام 1918 وقد تجاهل الأوامر الصادرة إليه من اسطنبول في وجوب الاستسلام ومنع ومنع من أن يعلم بها أحد من ضباط الحامية وجنودها واستمر على المقاومة أرسل المندوب السامي في مصر السير ريجنالد وينجيت كتابا إلى فخر باشا يقول فيه إن الأتراك قد هزموا وأن الشام قد احتلت وأن مسؤولية الدماء بعد الآن ستقع عليك شخصيا إن لم تسلم فأجابه فخر باشا بما نصه إلى جناب الجنرال ريجنالد وينجيت بمصر أنا عثماني أنا محمدي أنا ابن بالي بيك وأنا جندي وأرخ كان يحيط بالمدينة جيشان عربيان أحدهما بقيادة الأمير علي والآخر بقيادة الأمير عبد الله وقد حاول هذان الجيشان القيام بنشاطات هجومية على المدينة دون جدوء وكتب الشريف حسين في الثاني والعشرين من كانون الأول الف وتسعمائة وثمانية عشر إلى المندوب السامي بمصر يقول فيه إنه مضطرب جدا ومسلوب الراحة تماما حتى أنه لا يجد مناصا من أن يعتزل منصبه ويتخلى عن مسؤولياته انتهى كلامه أرسلت اسطنبول بإعاز من الإنجليز ضابطا تركيا مزودا بأمر يؤكد فيه على فخر باشا أن يستسلم وإلا فإنه سيعاقب عسكريا وقد وصل الضابط إلى معسكر الأمير علي فأرسله الأمير إلى المدينة برفقة إبراهيم الراوي وجنديين وقابل الضابط وفدا مرسلا من قبل فخر باشا واتفق مع الوفد على شروط الاستسلام ولما عاد الوفد إلى فخر باشا بالشروط التي تم الاتفاق عليها رفضها فخر باشا ثم اعتكف في الحجرة النبوية وهدد بإشعال النار في الأعتدى التي كانت مخزونة في المسجد النبوي يعني علي وعلى أدائي ضابط الحامية ذرعا بعناد رئيسهم فخر باشا وفي صباح العاشر من كانون الثاني 1919 اضطروا إلى الدخول عليه في الحجرة النبوية وأمسكوا به يرجونه أن يركب السيارة التي أعدوها له في باب المسجد فركب فخر باشا السيارة مرغما وسارت السيارة به متجهة نحو المعسكر العربي وكان في استقباله في الطريق إبراهيب الراوي وعبد الله المضايفي وعدد من الخيالة فلما أدى هؤلاء له التحية العسكرية لم يردها عليهم لشدة تأثره إنه كان غاضبا من ضباطه الذين يعملون تحت إمرته وأرغموه على عمل مخالف لرغبته المصادر عبد الله بن الحسين مذكراتي القدس 1945 صفحة 144 سليمان موسى المصدر السابق صفحة 330 وإبراهيم الراوي مصدر السابق صفحة 128 نكمل وصل فخر باشا بالسيارة إلى مقر الأمير عبد الله ويقول الأمير في مذكراته أن فخر باشا حياه عند وصوله تحية الدراويش بأن رفع يده إلى صدره ثم جلس بعدئذ جلسة المقيت الغضيب وقد بادره الأمير عبد الله بالكلام قائلا إننا عرفناك شجاعا في الحرب وأثناء الحصار وإننا ليسرنا أن نراك صبورا على هذه المصيبة مصيبة الأسر ففركب فخر باشا يده وقال بمعناه إنه لا يعارض تشكيل دولة عربية فقال له الأمير عبد الله لقد عارضت وانتهت المعارضة ثم التفت فخر باشا إلى إبراهيم الراوي يسأله هل كنت معنا؟ أي هل كنت ضابطا في الجيش العثماني؟ وكأنه كان يعاتبه على انضمامه إلى الثورة العربية فأجابه الراوي كنت معكم إلى أن أعلن صاحب الجلال استقلال البلاد العربية فالتحقت بأمتي خرج فخر باشا بعدئذ مع الأمير عبد الله فركب السيارة وأخذ الأمير يتبسط معه بالحديث بلباقته المعهودة وقدم له فخر باشا ناظوره العسكري هدية له فأهداه الأمير عبد الله مقابل ذلك الأمير عبد الله مقابل ذلك ساعة مذهبة ذات خطاء مغلف بالميناء الأزرق وقد كتب على أحد وجهيها هذان البيتين هذان كتب هذين البيتين المفروض لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة وقد فرح فخر باشا بهذه الهدية غاية الفرح والظاهر أن هذا البيت المكتوب على الساعة أثار عواطفه البكتاشية ومس أو تار قلبه ذلك لأن البكتاشيين يقدسون الخمسة أهل العبى تقديسا مفرطا وقد جعلوا شعارهم كفا مفتوحة إذ يرمزون أصابعها الخمسة إلى أولئك الخمسة وعند وصول فخر باشا إلى المعسكر العربي وجد سرية نظامية من راكبي البغال عددهم 250 جنديا وهم مصطفون لأداء التحية العسكرية له فزرر فخري باشا معطفه وردت تحية عليهم بمثلها وقال بالتركية هرشي أولمش بتمش أي كل شيء وقع وانتهى ثم التقى بعدئذ بالأمير علي وكان لقاؤهما مزيجا من العتب والعداء والشيء الظاهر من البرود وبعد شرب القهوة ذهبوا به إلى خيمة أعدت له خاصة وكانت خيمة كبيرة من ذوات الأربعمائة رطل تكريما له وسأله الأمير عبد الله هل يأمر الباشا أن نحضر إليه من يحب من الضباط الذين كان يألفهم فأجاب فخري باشا اترك هؤلاء الخائنين لا أريد أحدا منهم وفي اليوم الثاني سافر فخري باشا بسيارته إلى ينبع ومن هناك نقل بطرادة خاصة إلى المعتقل بمصر وفي اليوم نفسه ذهب الأمير عبد الله إلى المدينة مع حاشية صغيرة ثم توجه بصحبة إبراهيم الراوي ومحمد حلمي إلى مطعم الضباط التركي وهناك وجه الأمير إلى الضباط هذا السؤال كيف كنتم تحاربوننا وأنتم تدعون لنا في الأوقات الخمسة بالصلاة بقولكم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد من هم آل محمد؟ ألسنا نحن؟ فأخذ الضباط الأتراك ينظر بعضهم إلى بعض ويبتسمون إن هذه المحاورة على قصرها تعطينا صورة واضحة عن اختلاف وجهة النظر بين العرب والأتراك أثناء الثورة فالأتراك كانوا يعتقدون أن الحق معهم لأنهم يمثلون الخلافة الإسلامية وأن العرب عصات مارقون بينما كان العرب يعتقدون أنهم أولى بالإسلام وبالحق من الأتراك وكل حزب بما لديهم فرحون المصادر إبراهيم الراوي المصدر السابق صفحة 129 وعبد الله بن الحسين المصدر السابق صفحة 151 وإبراهيم الراوي المصدر السابق صفحة 130 إلى هنا ننهي الفصل الثاني نتبعه إن شاء الله بالفصل الثالث أحوال العراق أثناء الحرب فإلى هناك وكمايره وبالفصل الثاني فهوال العراق أود 보 المصدر السابق يمكن ان تزيله أنشار ه states 권